السلام عليكم البنات كديري لابس عليكم سمنا سكونوا بي خير و بصحة جيدة ان شاء الله في الفيديو اليوم ستشوفوا معي الروتينة للعناية بالبشرة في الليل فإلا عجبكم من محتوى دي الفيديو خليكم معي فأول حاجة نقوم بها هو أني نحيد الماكياج من الوجه ديالي أنا كنستعمل لي إما زيت جوز الهند أو زيت اللوز زيت اللوز هو اللي سنستعمل اليوم فغنديره في الوجه ديالي كامل ونحاول أني ندير مساج بطريقة دائرية في الوجه ديالي كي تغلغل في البشرة مزيان وكيغديها وفي نفس الوقت كيسهل وكيحيد الماكياج بسهولة هنتم كيفما كتشوفو يعني الماكياج ديال العين غير دوز نهم الفقد غيد غير يحيدو وكيخلي الوجه هنقي بزاف وده باغا نجيب طويته باش نحيد الماكياج بكل سهولة ديال وجه ديالي كامل بالنسبة للزيت تقدر تشريه من الاربولاري والمحلات التي يبيع المواد الطبيعية او تقدر تشريه من الفرماسية متواجد في المغرب كيف ماشي الماكياج بكل سهولة والوجه كيبقى نقي وده باش نغسل الوجه ديالي بالماء المنتوج اللي غنستعمل هو ديال غرنية بيور اكتيف زوين بزاف كيصلح البشرة الدهنية والبشرة المخسلطة كيجي في واحد السابيو او شويتا اللي كتغسل الوجه ديالنا بزيان وكتخليه نقي فانا كنصحكم به 100% فبعد ما غسلت الوجه ديالي خليتو فازق ما غنمسحوش بفوتا ده بغن نجيب المدية الورد والقطن وغنمسح به وجهي كامل بالنسبة المدية الورد راه تقدروا تاخدوه من فارماسية او من ايربولاريو انا كنستعمله في بلست طونيكو يعني دائما كنستعمله من كنبغن نغسل وجه ديالي صوى في الصباح او في العشية فكنفزق القطن وكندوزه على الوجه ديالي مزيان وكذلك على الرقابة ديالي قبل ما ندوز المرحلة الموالية فبعد ما تكتبيه للوجه ديالي نضيف تماما غدا بغن ندوز المرحلة ديال تقشير غنستعمل ضانون طبيعي او يوغور ناتورال وكذلك غنستعمل المقشر اللي كنت صيبته معاكم وطلعته في واحد الفيديو اللي كنت صيبته بزريعة ديالكتان والورد البلدي والبودر ديال اللوز بالنسبة للبنات اللي باقين ما شافوش غنخلي لهم الوصفة او الرابط في صندوق ديال الوصف فغناخد معلقة كبيرة من هاد المسحوق وغنزيد عليه معلقة كبيرة ديال دانون طبيعي غنخلط المكوينات مزيان حتى يجنسو ومن بعد غنديرهم على البشرة ديالي فبعد ما خلط المكوينين بجوج مع بعضياتهم هادية التكستور اللي كنحصل عليها فكنناخده القليل من هاد المقشر وكنوضعه لوجه ديالنا ونحاولو نديره مساج بطريقة دائرية من تحت الفوق فهد المسك يصلح الجميع عن وعد البشرة حتى البشرة الحساسة غير هو انا كنصح دائما انهم يديروا واحد تجريبة من مر الودن ديالهم او في اليد ديالهم ولا ما اعملوه محتاجي حاجة يستعمله عشر دقيق وانا كندلك المقشر ديالي في الوجه وده بغنط باش نغسله فهذا بوصلنا المرحلة الثالثة اللي هي عبارة عن ماسك غنحتاجه في المكوينات الحلبة الحلبة زوينة بزاف الوجه غنحتاج انها معلقة صغيرة عامرة ديال الحلبة مكوين اخر اللي غنحتاج هو الطحين ديال الحمص انا هذا اللي استعملت شريته من كاريفور كذلك غنحتاج العسل تكون جودة مزيانة انا غنحتاج من معلقة صغيرة عامرة حتى المعلقة ونص ومكوين اخر اللي غنستعمل في هاد الوصفة اللي غنزيد في المفعول ديال هاد الوصفة هو مستخلص زيت شجرة ديال الشاي غنخليلكم المنافع دياله في الصندوق و الوصف فطريقة ديال تحضير سهلة و بسيطة درت الحلبة غنزيد عليها معلقة صغيرة عامرة ديال دقيق ديال الحمص كذلك غنزيد واحد معلقة صغيرة عامرة ديال العسل لاجنا الخالد شوية تقيل نزيدو نصمع القاخرة ديال العسل ماكينش مشكل و كذلك في هاد الوصفة غنزيد الزيت شجرة الشاي لحقش هو مطهر و معقم البشرة و مضاد للبكتيريا فانا غنزيد من جوج حتى الثلاثة ديال القطيرات كنصح البنات اللي عندهم الحبوب و عندهم مشاكل او العيوب فى البشرة فحى الحبوب الاتر ديال الحبوب دائما يكون عندهم هاد الزيت لحقش غيفيدهم بزاف 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 فهذا هو المزيج اللي حصلت عليه ده بغن وضعه فى الوجه ديالي كامل من غير المنطقة حول العينين و ما ننساش كذلك العنق ديالي فبعد ما خليت الماسك ديالي فبعد ما خليت الماسك ديالي فى الوجهة لمدة عشرين دقيقة ده بغن نضعه فبعد ما غسلت وجهة و حيت الماسك ديالي سوف نشوفه بفوطة لتكون قية ما نستعملها من قبل و ده بغن ندوزل مرحلة ما قبل نهائية بعد ذلك فبعد ما خليت الكنجيلاتور و اجبت تلاجات التلج التي قمت بتصيب سمعاكم و طلعتهم فى الفيديو سوف نقوم برابط فى صندق الوصف لتصلاح والتضييق المسامات والطبيض والتوحيد اللون البشرة سوف نقوم بوحدة كي سوف ندوزها لوجه ديالي كامل و اخرين سوف نقوم بالكنجيلاتور بالنسبة لها تلجاز فأنا نستعملهم يوميا لا نصغنى عليهم ضرورة ندروا شي فى ملزحت لانهم يبقى يسيلوا فنضعهم على الوجه ديالنا باردين مقلاصين فى هذا الشكل يقوم باستعمل على سركلات الدم فى الوجه ديالنا الشيء الذي يجعلهم على المداومة يحيدون لنا عاجل المشاكل على البشرة يحيدون الحبوب الاثر الحبوب والتجاعد بالنسبة للبنات الذين لديهم مشكلة للمسامات الواسعة فننصحهم بهم بزاف فمن كان بدأت تلجى فى الوجه ديالي لم يكن مصحوش فنضعها كفاز وحتاج جلده الوجه ديالى تمتص جميع المكونات فى هذه الوصفة فبعد ما نشفى الوجه ديالى لدينا دوس اوبسيونيس اما نغسل الوجه ديالنا اما نضعها كاك انا مثلا لا نغسل الوجه ديالى سنضعها كاك سأخذ السيرون ديالى اللي نستعمل بالليل الماركة اللي كنستعمل انا هي ديال ايف روشي فكل واحدة تستعمل على حساب السين ديالها ونوع ديال البشرة ديالها انا هذا في الصراحة كيصلح لجميع انواع ديال البشرة عامة كشري المنتوجات ديال البشرة الدهنية او المختلطة ولكن هذا كانوا اعطوني موشترة واحدة مرة وكنت تجربتها في الصراحة ولمات لي الوجه ديالى لذا سنستعمل السيروم وحسن الكريمة اللي دهن سدابة ديالى كنحاول ندهنها من تحت الفوق باش نشد البشرة ديالى ديال الوجه ونحاول ندير ماساج من تحت الفوق كيف ما كتشوفوه ومن بعد ما ننساوش المنطقة ديال العينين حتى هي غندهلها الكريمة انا بالنسبة الكريمة اللي سنستعمل بما انه انا لحد هاد الساعة باقي ما عنديش تجاعد في المنطقة ديال العينين فانا اللي كيهمني هو الترطيب وفي الصراحة هاد الكريمة وافية بالغرض فكيف ما كتشوفوه البنات هنا الصورة كسبان اوضح سبعيد الف مرة كيف ما كتشوفوه الوجه كي بقنقي بزاف 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 ويلا بغينا نخرجه بنهار يعني ما حسنش اننا نطلصوه هنا بالباقياش خصنا غنط الله في الوجه ديالنا ونعسان يوبيه نحاولو يوميا قبل ما نعصوه نغسلوه فالمقشير والماسك انا كنديرهم فقط جوج او مرة واحدة في السمانة اما الغسيل ديال الوجه هادوك المتلاجات والكريمة ديالي ديالي نحاولو دائما نحاولو دائما انا نعسان يوبيه من الداخل او من بره فهدا هو الفيديو ديالي اليوم كنتمنى ان الفيديو يعجبكم لا تنسوش انكم تديرو لي لايك ميغوستا او جيم ولكنتو اول مرة تشاهدو الفيديو ديالي لا تنسوش انكم تسجلو معي في القناة ديالي او الى الفيديو اخد انشاء الله